السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سوف نشرح لكم إن شاء الله طريقة زيادة مشاهدات فيديوهاتكم على اليوتيوب بطريقة كبيرة جدا باستخدام حملة إعلانية أتتني كثير من الرسائل حول هذا الموضوع أحببت إن شاء الله أن أريكم هذه الطريقة هي تعتبر أهم طريقة الآن وأصدق طريقة وأوضح طريقة لزيادة مشاهدات فيديوهاتكم على اليوتيوب إذا كانت هذه أول مشاهدة تشاهد فيها قناتنا فقم بالضغط على سبسكرايب والاشتراك في القناة لكي تتوصل دائما بالجديد وقم بتفعيل زر الجرس لكي تتوصل بجميع إشعاراتنا وأي فيديو جديد تتوصل به وتشاهده أنت الأول لكي لا أطول عليكم أيزائي الكرام نمر إلى شرحة الطريقة وتابعوها من الألف إلى الياء لكي تتمكن فعلا من زيادة فيديوهاتك على اليوتيوب نعم أعزائي الكرام الآن سوف نشرح إن شاء الله كيفية زيادة مشاهدات فيديوهاتنا على اليوتيوب باستخدام حملة إعلانية كل ما علينا فعله أعزائي الكرام هو فتح حساب في جوجل أدوارد جوجل أدوارد أعزائي الكرام كان نبدأ بسيطة قبل أن أشرح لكم جوجل أدوارد مهم لأي شخص عنده قناة على اليوتيوب من أجل زيادة فيديوهاته من أجل زيادة المشاركين من أجل إشهار قناتك وتصبح فيها فولوور كثير ومشاركين كتر ومجاهدات كتر لازم وضروري من استخدام جوجل أدوارد الآن سأريكم كيف يتفتح موقع أو حساب في موقع جوجل أدوارد نذهب إلى جوجل ونضغط على أدوارد وهنا نضغط على الخيار الأول بعدها أعزائي الكرام يعطونا ثلاثة خيارات نضغط هنا على كومونسي هنا أعزائي الكرام تقوم باستخدام الجيميل والباسورد الخاص بحسابك على جوجل ويفضل أن يكون الإيميل اللي مفتح بحسابك على اليوتيوب نعم وتقوم بكتابة باسورد نعم أعزائي الكرام الآن قد فتح لنا يعني جوجل أدوارد نعم هنا أعزائي الكرام تأتينا هذه الصفحة هنا يختار أو يقول لك ما هو الأوبجيكشف أو الأوبجيكشف الخاص بك مثلا لماذا فتحت جوجل أدوارد هل تلقي يعني كثير من الاتصالات أو مثلا يعني اللي بيع مشاريات أو تسجيل في مواقع مثلا أو مثلا يعني جلب فيزيتور يعني مشاهدين كهذا القبيل يعني مشاهدين نحن مثلا همنا هو جلب مشاهدين على قناتنا على اليوتيوب وعلى فيديوهاتنا نضغط على الخيار الأخير إذا كنت مثلا مهتم بشيء أو يعني مثلا باتصالات أو يعني عندك مواقع وتريد التزديل فيه فتختار هذا الخيار أو هذا الخيار نحن غرضنا باليوتيوب نبقى في اليوتيوب وتضغط على سويفون هنا تكتب يعني ننضغط خطاب الاسم مثلا اسمك أو اسم شركتك أو اسم قناتك مثلا على سبيل المثال نضغط على التالي هنا أعزائي الكرام تضغط إما موقعك أو قناتك رابط قناتك على اليوتيوب نعم أعزائي الكرام هنا يعطوننا قناتنا يعني يؤكدون أن قناتنا صحيحة نضغط على التالي امتابعوا معي خطوة بخطوة هنا أعزائي الكرام نضغط على هذا الخيار اكشيفي لمود اكسبير هنا نعم أعزائي الكرام هنا لقد فتحنا يعني مثلا هنا حسابنا على الجوجل الادوورد ومثلا نحن نريد يعني طرح الفيديو الذي أريد مثلا استخدامه لزيادة في المشاهدات هنا أعزائي الكرام هذه الأشياء سوف أقوم بشرحها في فيديو قادم إن شاء الله كل واحدة هنا يعني مثلا هنا فونت إذا كانت لديك مشاريات ونحن نخلينا مع فيديو أو زيادة مشاهدات فيديو على اليوتيوب لأن هذه الأمور كذلك مهمة جدا للأشخاص المنتمين بالبيع الشراء أو مهم لكن لا أطول عليكم هذا موضوع أخص أقوم بشرح هذه الأشياء في حلقة قادمة إن شاء الله نحن غرضنا باليوتيوب نضغط هنا على Create a campaign sans objective specific هنا أعزائي الكرام نضغط على فيديو هنا هنا campaign video personality غالبا تكون يعني أوتوماتيكيا ونضغط على continue نعم أعزائي الكرام الآن أصغوا إلي جيدا هنا أعزائي الكرام ثمن التمويل كما شرحت لكم في الأول إذا أردت يعني التمويل فلابد أعزائي الكرام أن تقوم بتمويل هذا الفيديو بمئة درهم مغربي أو عشر دولار أو خمس دولار أو عشرون دولار أو أكثر يعني مثلا بحلقة تشري المشاهدات وخمسون أو خمس دولار ليس بالأمر الهيين فقط يعني يلزمك كارت فيزا أو كارت أنترنت مقدمة من أحد البنوك أو بنك عالمي أو بنك إلكتروني يعني وتقوم بتسديد هذا يعني التمن أضمن أنه مبلغ بسيط وزهيد جدا يعني أو يعني تمويل هذا الفيديو وحصد لمشاهدات كبيرة جدا وأيضا متابعين ليست فقط مشاهدات ولكن متابعين جدد ومهتمين ومن مميزات أيضا هذا الشيء الممول أنك لا تخف من اليوتيوب تستخدم تطبيقات خبيثة قد تضر بقناتك على اليوتيوب أو مواقع قد تضر بقناتك على اليوتيوب أنا أحد يعني من الأشخاص المتابعين لي يعني ذهبت قناته على ما أظن يعني فيها 43 ألف مشارك ذهبت وهباء منطورة فقط ب يعني بسبب المواقع التي تزيدك يعني مشاركين أولا يكونون غير مهتمين بالكارتغورية الخاصة بقناتك ثانيا يقومون بإلغاء الاشتراك الخاص بقناتك يكونوا غير مهتمين يعني المهتمين وهذا يسبب حسابك خطر كبير جدا للهدف اللهم أفضل شيء أن تقوم بتمويله من طرف جوجل ويعني كما نقول بالمغربين نعسى لا جنبك الراحة لا جنبك الراحة ولا تخاف من أي 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 مشكل مثلا نحن نريد يعني 50 درام أو 5 دولار أن نقوم بتمويل هذا يعني الفيديو هنا تاريخ بدء هذا التمويل لزيادة مشاهدات هذا الفيديو وهنا الانتهاء مثلا نقوم مثلا بهذا التمويل بانتهاء نقرأ يوم 23 يعني يناير 2021 يعني سيظل يوما هنا تختار الظان تختار مثلا ما هي البلدان التي أريدها أن تشاهد هذا الفيديو إذا كنت تختار بلد واحد اختار بلد واحد إذا أردت يعني اختيار بلدان مختلفة مثلا نختار المغرب مثلا مصر مثلا العراق مثلا أنا أريكم فقط السعودية مثلا أعزائي الكرام أما إذا أردت اختيار جميع بلدان العالم فتضغط على تختار بلد واحد إذا أردت أيضا اختيار بلد واحد فتختار بلد واحد أنت والشيء الذي تحب طيب أوكي هنا أعزائي الكرام أنصح بعدم يعني الدخول في هذه الخيارات فقط يعني لاختيار هل هذا الفيديو خاص بالألعاب أو خاص بشيء كذا القبيل أو خاص بال ستشريمينج نصرك كما هي هنا تختار اسم لهذا التمويل مثلا فيديو تس نعم هنا من هم الأشخاص الذي أريد أن يشهدوا يعني هذا الفيديو الخاص به ديموغرافيك مثلا أيضا أنصح بتركها كما هي مثلا إذا أردت يعني فقط الأشخاص مثلا يعني الأشخاص الذين يعني يتراوح سنهم بين 25 إلى 34 فقط هم الذين يشاهدون قناتي أو فيديوهاتي إذا أردت اختيارها كلها وأنا أنصح باختيار هذه الخيارات كلها نعم هنا الأديانس مثلا أنت الفيديو الخاص بك يعني خاص مثلا بالألعاب تقوم يعني باختيار أصحاب الألعاب مثلا الأشخاص المهتمين بالألعاب تختار هذا الخيار وأذا الخيار وأنت تختار مثلا أنصح بتركها كما هي أيضا هنا يعني المو كلي أو لطاق إذا أردت تركها فارغة وتركها فارغة إذا أردت مثلا مثلا أنا فيديو الخاص بي مثلا هذا الفيديو زيادة مشاهدات يوتيوب مثلا أكتب بعض زيادة مشاهدات اليوتيوب معام أقوم بكتابة طاق آخر مثلا مشاهدات يوتيوب نعم مثلا طاق آخر زيادة المشاهدات شيء كهذا القبيل أنت تختار يعني كلمة مفتاح هذا الخيار أتركه كما هو وهذا الخيار أيضا أتركه كما هو هنا نصيحة مني أعزائي الكرام نصيحة مني هنا قم بكتابة 0.01 أو 0.02 0.01 أو 0.02 لماذا؟ لأن هذا هو مثلا بحال سعر النقرة كل ما كان هابط أو نازل كل ما كان الفيديو يشاهدونه أكبر عدد ممكن من الأشخاص وبتمن أقل أنا أنصح بـ 0.02 نعم هنا بيت المقصد هنا هذا هو المهم اسمع لي وأصغي إلي هنا أعزائي الكرام يطلبون مننا ما هو الفيديو الذي تريد زيادة مشاهدات الخاصة به هنا تقوم بالنصخ رابط الفيديو ولسقه هنا جلن نريد هذا الفيديو تقوم بنصخ الرابط تقوم بلسقه هنا هنا يعطونا خيارين الخيار الأول أنونس أنونس أنستريم ديزاكشيفابل وهنا أنونس فيديو ديسكوفيري ما معنى هذه الخيارات هنا لاحظوا الفيديو الخاص بك سيظهر في الإشهار يعني أي شخص أراد مشاهدة أي فيديو يأتي الفيديو الخاص بك الذي أردت زيادة مشاهداته يأتي هنا هو في الإشهار وهذا الخيار يأتي الفيديو الخاص بك هنا في الجانب لأي فيديو مثلا أي شخص يشهد فيديو سيأتي فيديو الخاص بك هو الأول في البحث وأنا أفضل هذا الخيار أنا أفضل هذا الخيار خيار جيد نعم هنا أعزي الكرام تختار التايتل التايتل لاحظوا كما لاحظتم هنا التايتل الفارغ هنا نختار تايتل ويفضل أن يكون التايتل الموجود هنا في الفيديو الخاص بك نعم هنا التسكريبشن ويستحسن أن يكون أقل من 53 كاركتر هنا التسكريبشن أيضا أقل من 35 كاركتر نعم وهنا أعزي الكرام يعني اسم هذه العملية نعم نقوم بنسخ هذا الخيار ونقوم بنسخ العنوان هنا بعدها نقوم بالتغط على Create in Company بعدها أعزي الكرام خلال 24 ساعة إدارة جوجل سوف تقوم بمراجعة هذا الطلب وغالبا إذا تبعت هذه الطرق سوف يقبلون هذا الطلب وسوف يزيدون من فيديوهاتك أو الفيديو الخاص بك الذي ذكرت لهم هنا يعني سوف تنبهر من هذه الطريقة ومن المشاهدات التي سوف تأتيك مشاهدات حقيقية من أشخاص حقيقي من أشخاص متمين بالموضوع الخاص بك أتمنى من صميم القلب أن تجربوا هذه الطريقة عزيزي الكرام طريقة جيدة جدا وإذا كانت لديكم أي ملاحظات أو نسيت أي شيء في هذا الفيديو أو كانت لديكم أي استفسارات واتركها في تعليق سوف أقوم بإجابة على جميع تعليقكم وسوف أقوم بشرح أي شيء تريدونه إن شاء الله وإذا كانت لديكم أي سؤال وأي موضوع في خلال يعني أو في موضوع على جوجل أدوورد أو الموضوع زيادة من حجم الفيديوهات أو مشاهدة الفيديوهات فيعني كما ذكرت لكم أتركها في تعليق سوف أقوم بالإجابة عليها إن شاء الله هذه كانت يعني طريقة عمل تمويل لزيادة مشاهدات أو حملة إعلانية لزيادة مشاهدة الفيديو الخاص بك أتمنى أن تعجبكم وأتمنى أن تطبقونها وصوف تعجبون إن شاء الله بنتائجها نعم أيها الأزائي الكرام كما شرحنا لكم قمنا بشرح شامل هذا دليل شامل أصلا لكيفية زيادة فيديوهات أو يعني مشاهدة فيديوهاتكم بطريقة كبيرة جدا شرحنا كيفية عمل يعني حساب في أدوورد أيضا كيفية عمل يعني تمويل للفيديو وأيضا كل شيء هذه تعتبر أهم طريقة وأصدق طريقة فقط خمسة دولار أو عشر دولار المبلغ يعني ضائل جدا مقارنة بالأشياء التي يقدمها يقدم لك يعني سبسكرايبر يقدم لك مشاهدات حقيقية مهتمين يعني جدد مشاركين جدد ومهتمين جدد في قناتك هذا يعني يعني شيء جميل جدا مقارنة بخمسة دولار أو عشر دولار هذا كان يعني كيفية زيادة مشاهداتكم على اليوتيوب في الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أشرح لكم يعني كيفية زيادة مشاهدة فيديوهتكم بطريقة مجانية جدا سوف أريها لكم الآن طريقة ليست ليست يعني إفكاسك هذه الطريقة لكن أيضا الطرق المجانية تعطي أكلها وأيضا يعني توخي لك بعض المشاهدات وبعض السبسكرايبر إلى هنا أعزائي الكرام أكون قد أنهينا هذه الحلقة دمتم فرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته